نوردين وضاح مدير المؤسسات الناشئة وهي كل دام بوزارة تصدر معرفة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة اليوم نظام بيئة جزائري يعرف تسرع في الوتيرة ونظن أن هذه الوتيرة يمكن أن تتسرع أكثر لما يكون فيه شراكات حقيقية مع أنظمة بيئية فعالة في العالم فالهدف من هذا اللقاء هو التفكير في وضع شراكة فعالة يمكنها من جهة أن تفتح الأسواق الأجنبية خاصة السوق الأوروبية لمؤسسات الناشئة من جهة ومن جهة أخرى من هذه الشراكات سوف تعطي مرأيي أحسن لنظام البيئي وما يحدث في الجزائر في مجال مؤسسات الناشئة والابتكار وستسمحوا باستقطاب رؤوس أموال أجنبية لصالح لمؤسسات الناشئة حتى يكون عندها تمويل وقابلية رفع رؤوس أموال بصفة أكبر كما يتم ذلك في كل بلدان إفريقية الآن الجزائر تعمل على وضع أوطر تعاون مع أحسن الأنظمة البيئية في العالم والتعاون في هذا المجال هو مهم جدا حتى يمكن أن نستفيد من خبرات الأنظمة البيئية التي سبقتنا هذه الخبرات تسمح لنا من نبح الوقت ومن إعطاء نفس أعلى للمؤسسات الناشئة وسمح لها بتقديم خدمتها ومنتوجاتها المفتكرة في السوق العالمية الهدف تعاني الأول هو السوق الإفريقية ولكن كذلك السوق الأوروبية يمكن أن تكون هدف في متناول المؤسسات الناشئة الجزائرية وبهذه الطريقة يمكن أن يكون لنا تحكم أحسن في التكنولوجيا وخلق أكثر لثروات ومناصب الشغل مثل هذه الشركات تسمح كذلك للمقاولين نفسهم أنهم يحتكوا مع مقاولين أجنبيين وهذه نقطة مهمة المقاولاتية ليست سهل وتبادل الخبرات مع المقاولاتين المقاولين في العالم تكون عندها أثر إيجابي على المؤسسات الناشئة التي تكون أكثر صربة تكون أكثر قوة ويكون كذلك أحسن تحكمها في التكنولوجيا وفي الجانب الأعمال وجانب البزنس في النظام البيئي الجزائري وفي الخارج اشتركوا في القناة